أتمنى لو لم أرسل ابني ليموت كلمات باتت تتسرب من أسر قتلى ميليشيا الحجد بل إن شعورا بخيانتهم بدأ يتأكد لداتك العائلات من قبل هيئة ميليشيا الحجد التي تركتهم وراءها وقطعت عنهم الرواتب والتعويدات التي كان من المفترض أن تصلهم شهريا هذا جزء مما نقله تقرير لصحيفة واشنطن بوست التي أشارت إلى هذا الإهمال والذي ولد شعورا لدى الرأي العام بفقدان الثقة بوجود الميليشيا نفسها التي انحرفت عن مسارها الذي شكلت لأجله التظاهرات في الجنوب تكشف بشكل موازن يأسى الشارع الشعبي من قادة الميليشيات والأحزاب أولئك الذين غرقوا بالفساد كما يتهمهم المتظاهرون الذين يشكلون الطيفا واسعا من الطبقة الفقيرة التي تورطت ميليشيات الحجد بقمعها ويشير تقرير واشنطن بوست إلى أن الفساد والهيمنة جعل من الميليشيات قوان اقتصادية وأداة لتنفيذ سياسات الأحزاب التي دفعت بها لقمع الشباب العراقي في ثورة تشرين وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان تقف عائلات قتل الحجد اليوم على حافة تناقض بين الاحتفاء السياسي بأبنائهم الذين قتلوا أثناء المعارك ضد تنظيم داعش وبين شعورهم العميق بالخسارة وبأن الميليشيات التي قاتلوا وماتوا من أجلها تخلت عنهم وربما خانتهم أحيانا وبقيت قيادتها وفية للمشروع الأساسي الذي اتضح لاحقا وهو خدمة مشاريع إيران في المنطقة من مجرد فتوى لقتال تنظيم داعش إلى هيئة للحجد تابعة لجيش الحكومي ميزانيتها تفوق ميزانية المحافظات الخمس المدمرة ثم تنخرط في العمل السياسي ويصبح لها مكاتب اقتصادية خاصة بها كل ذلك يطرح أسئلة عن السبب الأساسي من تشكيلها في ظل وجود قوات حكومية تابعة للدولة انهارت بشكل غير متوقع لتظهر ميليشيات الحجد فجأة وتسيطر على العراق وتخضعه لأجنداتها وتدفع به ليكون ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وأمريكا موسيقى